موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة وماشاء الله كيف كتشوفوا معي عن حضر الدونتيل الخاص بالتزين هذا الدونتيل هو عباره على السكر وهو كنزين به بزاف دي الوصفات اللي ان شاء الله هذا بنحطه ان شاء الله في القناة الطريقة اليوم ان شاء الله اللي عنا نوريها لكم هي الطريقة اللي هي السهلة وبسيطة يعني ما كنشي شي تقنية لي هي صعبة ايضا نوريكم حتى الطريقة دي التلوين دي الدونتيل إذا بغينا اللونه ومكنا نقدمها يعني في الالوان كانت تمنى تجبكم الحلقات اليوم وقوموا مرون طريقة تحضر اللي بقامة شركة اتماعية في القناة تضغط على زر اشتراك ثم اتفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد ودبا نخليكم مع الطريقة تحضر فهنا اول حاجة كانحتاج السكر دي الدونتيل اللي هو كيتبع ومتوفر عند اللي كبير لوازم دي الحلويات بالتمن اللي هو مناسب انا انا استعمت غير نص كاس دي العلماء فبالنسبة لهذا المسحوق دي الدونتيل اللي انا استعمت استعمت هذا المركة هذا اللي مكتوب عليهم مصحوق دي الدكور هو عبارة على السكر انا شريت هاد العلبة هذي فيها جوج دي الخنيشة انا هي تقريبا عمت كيف قد لكم نصف كاس دي العنباء يعني دائما كيف قد حسب تماش هاد الكمية اللي احتاجه انا هنا هي غير نوريكم فقط فهنا هي كنخلطوه ماء شوية دي الماء انا هي بالنسبة للماء فهو عادي انا هي كم قا نضيف غير شوية بشوية وانا كنخلط يعني حتى كنحصى على بحشكل دي المعجون ايضا بالنسبة لهذا المسحوق دي الدونتيل فهو كيتباع ايضا للشكل معجون يعني كيتباع عايدا مخلط يا ابان كيتباع للشكل لهيدا مسحوق انا يعني نخدمه بزيان حتى كنحصى لكيف قد لكم على بحل الخالط اللي كيكون يعني بحل كريمة شكرا 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 اذا سيتم تلسل كون انتظر Morris من احجام شكرا من خلط بعد ذلك مباشرة نأخذ طبقة الخليط التي نسترحها بسطولة على الرشمة التي سنستعمل نحاول أن نزع الخليط على الرشمة ومن بعد نأخذ سطولة صغيرة ونضغطها لها مزيان لتدخل في الرشمة التي سنستعمل وفي نفس الوقت نضغطها وفي نفس الوقت نحيد الزيادة للخليط وفي نفس الوقت نستعمل الزيادة بالألوان نريكم طريقة تلوين فهي طريقة سهلة هنا نأخذ الماء ونضيف الملون اللون الأحمر ونضيف الملون وفي ننبه верة الملون حتى نمين ب prof لجل الملف وإدام الملاحف اللون إحتجوم الزيادة والدونتل من خلط المفصمة إستعملوا أي لون ثقائي كي نحن أخذ للضو심 سهد نفس الدي ومن Junction وجإن الزيادة ألون الأحمر اضغط الى سباتولة ودائما كان حيلو ديك الزيادة وفي نفس الوقت انا نضغط عليه باش كان عمرو داك الرشمن زيان بالخالط وكيف تشوفو معي من بعد ما كان سليم فهنا ضروري ان انا قندخلهم الفران باش كينشوف لي نضغط السكر انا نسخن الفران على درجة الحرارة با 70 درجة ومن بعد نضغط درجة الحرارة بدون النار ونجعلهم تقريبا 1-10 دقائق يعني مجرد ان نشوفو داك الدنطيل او داك السكر يعني بدك ينشوف فقط نخرجه لانه ما ياخدش الوقت بزاف يعني دغين كيوجد وانا ايان عن وركم بعد ما خليته فالفران حتاكي نشوف فهنا هيا باش شرطه من كنخرجه كان خليه حتاكي برد مزيان احد كنحيدوه من السيليكون انا كيف كتشوفو معي كنحيدوه يعني بكل بسهولة وانا كنحيدوه غير شوية باش مكي تقطع شمانا فكنحيدو بهات الشكل هادا اللي كتشوفو معي يعني بعد ما كيكون نشوف لي نمزيان فهو كيتحيد يعني بسهولة وانا كيف كتشوفو معي من بعد ما خدمتم زيان كيجيب هات الشكل هادا ايضا هناء يبالنسبة للدنتي اللي استعملناه في اللون الاحمر انتخابون بعد ما انشوف كان حيدوه بكل سهولة بهات الشكل هادا انتخابون cela اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة